كل يوم بنشوف قد اي رسالة المهرجان بتتحقق على ارض الواقع بجذب كل السياح والعدد الكبير اللي كنت بتقول فيه 104 جنسية بالمناسبة دي احنا كان عندنا زيارة الوزير السياحة وعدد كبير من سفرات دول العربية والاجربية وامبارح طبعا زيارة وزير الثقافة بالاضافة وزير الاستثمار وعدد المستثمرين شفت الزيارات دي ازاي وانت كنت موجود فيها وردود فعل الضيوف اللي كانوا موجودين سواء مستثمرين او حتى اجل بص هاخد لك نقطة نقطة اول حاجة انا بسطت جدا 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 بالكلام مع سيد شريف فتحي وزير السياحة والاثار لان انا غير الجولة الرسمية احنا عادنا نتكلم معه كتير بورا الهواء راجل من الناس انا كنت او مرة تشرفه قابله راجل متفتح جدا دماغه مختلفة تماما فكره متطور عنده شكل من اشكال الحداثة في التفكير مختلفة تماما فعجبني جدا طريق التفكير وعجبني دماغه وعجبني ازاي هو شايف العالمين وازاي عايز يسوقها فدي حاجة انسايد نوت كده على جنب بعيدة عن الزيارة الرسمية الحاجة التانية فكرة ان وزير السياحي يكون موجود ومعه 13 او 14 من سفراء الممثلين مسئولين لبعض الدول العربية والاجنبية يمشوا هنا يبقوا موجودين على الارض ويشوفوا الحاجات اللي موجودة واللي تعمل واللي تبنى انت بتدي انطباع في منتهى التميز عن بلدك وعن اللي بيحصل على الارض بلدك بتفتح افاق للتعاون ما بينك وبين البلد دي لان كل واحد فيهم هيقدر يتكلم مع الملحق التجاري اللي موجود معاه هيقدر يبقى فيه تواصل مع الشركات بره هيبقى عنده معلومات يقدر يقولها للناس اللي موجودة عنده في بلده فيقدر يدر عليك بعد كده نشاط سياحي يدر عليك بعد كده عملة صعبة وبالتالي يفيد الاقتصاد القومي عندنا او يفيد اقتصاد بلدنا الحاجة بقى الاهم حتى مع زيارة الاستاذ احمد فؤاد هنم بارح وزير الثقافة ومن قبليهم دكتورانيا المشاط وغيرهم وغيرهم من الوزراء اللي شرفونا ونورد دكتورانيا مرسي وغيرهم من الوزراء فكرة ان المسئول يكون موجود على الارض ينزل هو يشوف بعينه اللي حاصل على الارض ويشوف المشاكل ويشوف الايجابيات ويشوف السلبيات ويتواصل مع الناس مباشرة وانت مثلا عندك مطعم هنا فيسألك انت ايه مشاكلك والتاني عنده محل والتالت عنده مول والرابع عنده مش عارف ايه ويتواصل مع الناس ويفهم ايه مشاكلهم ويهي التحديات اللي بتقابلهم عدم موجود حائل بين المسئول وبين المواطن دي حاجة في منتهى الجمال اول حاجة بتخلي المواطن يحس بالمشاركة في المسئولية يحس ان انا وانت كتفنا في كتف بعض عشان ننجح الدنيا الحاجة التانية بتخلي المسئول يعرف المعلومة بدون اي شوائب يعني بيخلي المسئول يعرف المعلومة مجردة وبالتالي لما ييجي حلها خلاص هو نزل بعين وشاف المشكلة عاملة ازاي فطريقة حلها واسلوب حلها بيبقى اسهل عليه فطبعا الزيارات بتاعت المسئولين وزيارات الحكومة على ارض الواقع والمشاركة تعمل مع الاستاذ عمر الفئي رئيس الشركة المتحدة الخدمات الاعلامية فكرة ان المسئول يبقى موجود على الارض دي حاجة في منتهى الجمال والتمايز ويمكن كلها رسال